اشتركوا في القناة اصابها في مطلع الأسبوع نتيجة الهلع العام الذي اصاب كافة الأسواق الدولية وانطلق من وولستريت السوق الأكبر في العالم وبالأمس شهدت البورصة المحلية صعود المؤشرات الرئيسية كلها وكانت تداولات تداولات طبيعية عاكسة رياح التأثيرات الجسياسية التي ضربت المنطقة منذ عدة أيام وكانت التداولات تحت تأثير ووطأة هذه الأخبار التي تنجت أحيانا وتضعب أحيانا لكن تداولاتنا كانت إيجابية مشاهدين الكرام لون أخضر فاقع واسيولة إيجابية كان أثرها يعني واضح على جميع مؤشرات السوق انعكسها أيضا بشكل إيجابي على الشركات القيادية فتحولت أيضا مؤشرات السوق جميعها إلى اللون الأخضر بعد جلسة دامية في تراجعاتنا في يوم الأثنين لكن جلسة منتصف هذا الأسبوع في يوم الأمس كانت جلسة إيجابية نأمل إن شاء الله أن تمتد وأن يكون لها أيضا ذات التداولات وذات السيولة وذات الأثر اللي رأينا في جلسة الأمس مشاهدين الكرام نلقي نظرة أيضا على ما جرى في جلسة الأمس وأبرز حركة المؤشرات وكذلك أيضا الشركات في جلسة الأمس منتصف جلسات هذا الأسبوع مؤشر السوق العام أولا استقر في يوم الأمس على 6995 نقطة بارتفاع 68 نقطة 19 النقطة المئوية كانت السيولة 58 مليون 689 ألف والكميات كانت 224 مليون 412 ألف سهم تم تداولهم عبر 15 856 صفقة هذا بالنسبة لمؤشر السوق العام مشاهدين الكرام أما مؤشر السوق الأول السوق القيادي فكان له من السيولة 50 مليون وهو نصيب الأكبر من سيولة والقيمة المتداولة في يوم الأمس استقر عند مستوى 7600 و24 وكان ارتفاع عند 80 نقطة و1.7 من النسب المئوية وكانت السيولة 50 مليون 489 ألف والكميات 156.800 و2 من الكميات والعدد للصفقات كانت 10 971 صفقة هذا بالنسبة للسوق الأول مشاهدي الكرام أما عن السوق الرئيسي 50 فكان قد استقر في يوم الأمس عند 5752 نقطة بارتفاع 40 نقطة ما نسبته 17 نقطة المئوية كانت السيولة في هذا المؤشر 5 ملايين وثمانمائة وتسعة آلاف عند ارتفاع أيضا حتى في الكميات 42 مليون وثمانمائة وستة وستين ألف عدد الصفقات في هذا المؤشر 2.990 صفقة هكذا كانت ملامح سوق رئيسي 50 أما مؤشر السوق الرئيسي فكان عنده 5898 بارتفاع 34 نقطة بخمسة أعشار النقطة المئوية ارتفاعا السيولة كان 8 ملايين ومئة وتسعة وتسعين ألف وارتفاع النقاط ارتفاع 67 الكميات وستمية وعشرة مليون طبعا من الأسهم اللي تم التداول عليها في هذا المؤشر بعدد الصفقات 4885 صفقة هكذا كانت هذه المؤشرات وطبعا هذا أبرز ما كان فيها من خلال أيضا ما تابعنا الشركات الأكثر ارتفاعا إيفا 80 فلس عنده 17 فلس ارتفاعا أسيكو 66 فلس بارتفاع 8 فلس فاصلة 7 امتيازات ارتفاع 94 فاصلة 6 بارتفاع 8 فاصلة 6 من الفلوس يونيكاب أيضا عنده سعر 163 ارتفاعا بعشر فلوس والجزيرة 904 بارتفاع 53 فلس هذا بالنسبة لأكثر خمس شركات ارتفاعا في يوم الأمس وأكثر الشركات انخفاضا واللي عاكست رياح يعني الإيجابية في جلسة الأمس كانت معادن على رأس هذه الشركات تراجعا بأربع فلوس عنده مستوى 80 فلس تمدين عقارية 349 فلس بتراجعات 14 فلس البيت 52.4 بتراجعات فلس 2.1 كفيك أيضا عنده 67.5 بتراجعات فلس 2.5 خليجي تأمين دينار و 650 بتراجعات بلغت وصلت إلى 49 فلس هذا كان أبرز ما موجود في جلسة الأمس من حيث حركة المؤشرات مشاهدين الكرام وكذلك أيضا الشركات وأيضا الارتفاعات والانخفاضات التي حدثت في جلسة الأمس مهمة جدا أن نتابع دائما في انطلاقة كل افتتاحية ومشاهدي الكلام ماذا كتبت الصحف الصادرة في صباح هذا اليوم وأبرز الموضوعات الاقتصادية والتي بعضها يكون مهم إلى حد أن نتعرف على بعض البيانات المالية وأخبار الشركات التي أيضا تعكس توجه أو على الأقل تحدد من المسار كثير من الأهداف لدى المتداولين إذا ما تعرفوا على ملامح الشركات التي أعلنت عن بيانات إيجابية ننطلق معكم في جريدة الجريدة انطلاقا من هذا العنوان كتبت جريدة الجريدة حققت شركة أولاد على الغانم للسيارات أرباحا صافية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 14 مليون دينار وبنمو يبلغ 6% عن الفترة المقابلة من العام الماضي وسجلت الشركة الربحية بواقع 52 فلس للسهم واعتمد مجلس الإدارة خلال اجتماع أمس توزيع أرباح نقدية نصف نوية على المساهمين وفقا لضوابط الاستحقاقات المنظمة لذلك بواقع 35 فلس لكل سهم هذا ما كان في جريدة القبس مشاهدينا الكرام لكن القبس كان عنوانها الأبرز كما ظهر على الصفحة الاقتصادية والخبر يقول ارتفاع اجمالي قيمة موجودات البنوك في برصة كويت بنسبة 3.7% خلال النصف الأول من هذا العام حيث بلغ نحو 118 مليار دينار وتصدر بنك الكويت الوطني وبيت التومي الكويتي بيتك أعلى قيمة موجودات حيث بلغت 37.6 مليار دينار و36.4 مليار دينار على التوالي بإجمال 74 مليار دينار وأخيرا إلى الأنباء مشاهدينا الكرام وهذا العنوان الرئيسي على الصفحة الاقتصادية الناتج المحلي للكويت التجه لتحقيق معدلات نمو إيجابية في عام 2024 و2025 كشف تقرير أصدرته مجلة ميد التي تتبع نشاط المشاريع الإقليمية بالتعاون مع قلوب الداسا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت تتجه لتحقيق نمو إيجابي خلال عام 2024 و2025 ويتوقع أن يصل إلى أكثر من 1.5% خلال العام الحالي وأن يستمر في النمو إلى ويستمر في النمو إلى نحو 2.5% في العام المقبل وذلك بعد أن سجل نمو سلبيا قريبا من 2% في عام 2023 إلى مشاهدي كرام الآن ننطلق سريعا بكم إلى بداية هذا اليوم على بركة الله نتابع معكم انطلاقة هذا اليوم وبداية العروض والطلبات من خلال زميلنا عايد لأنزي من استوديوهاتنا في بورسة الكوي صباح الخير عايد صباح الخير رائد صباح الخير مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم فعلا رائد كانت ارتدادة جيدة نوعا ما يعني ما كانت دون طموح كانت توقع ارتدادة أفضل من ارتدادة الأمس رأينا بعض الشركات تراجعت ولحظنا شركات ارتدت وهك ارتدادة خجولة جدا كانت توقعات أن يكون ارتدادة غوي جدا بعد ارتداد أسواق المال العالمية وخاصة اليابانية والأمريكية في جلسة الأمس لكن احنا مقتنعين بهذا الأمر أهمشي أن نكون فيه ارتدادة إيجابية ولله الحمد وتوقف النزيف في جلسة الأمس طبعا مشاهدينا الكرام عندي أخبار كثيرة جدا هناك نتائج مالية وفي أخبار أخرى قبل الدخول في الطلبات والعروض نقرأ الأخبار ومن ثم نعود إن شاء الله لطلبات وعروض هذه الجلسة ونأمل دائما التوفيق للجميع في رابع جلسات هذا الأسبوع إن شاء الله البداية مع السفن السفن وطبعا المركز المالي تنم نفس الخبر لكن السفن توقع تفاقية صانع سوق مع شركة المركز المالي جياد تحقق خسارة 20 ألف دينار مغارثا بخسارة 5000 دينار العام الماضي نصف الأول طبعا نتكلم لتصل لخسائر المرحلة لجياد 39% من رأس المال أرزان تحصل على موافقة هيئة أسواق المال على التعامل بأسهم الخزينة بيت الطاقة يحقق خسارة 218 ألف هي 4.8 مغارثا بخسارة 445 ألف هي ما يعادل 9.8 فلس الديرة اليوم تاريخ الحيازة الديرة اليوم تاريخ الحيازة توزيع 12.5% منحة اليوم تاريخ الحيازة بالنسبة الديرة أما الغانم فعندنا موف الأرباح للغانم شركة الغانم 6% حقه 14.257.000 أي ما يعادل 52 فلس مغارثا 13.451.000 أي ما يعادل 49 فلس وأوصى مجلس إدارة الغانم بتوزيع 35% نقدي وطبعا سيكون تاريخ الحيازة للتوزيع 18.8 تاريخ توزيعة النقدي للغانم 18.8 طبعا عندي ملكية واحدة حيث رفع السيد علي الحساوي حصته في كفك من 5.69 إلى 5.9 هذه المشاهدين الكرام الأخبار على عجالة حتى نعطي مجالا أكثر للطلبات والعروض ونأمل دائما التوفيق للجميع في رابع جلسات هذا الأسبوع ونأمل إن شاء الله أن تكون جلسة إيجابية خضراء مشاهدين الكرام ترتد فيها كثير من الشركات لما رتد تمس ماس فتنص عود ترتد في هذه الجلسة ونشوف الوضعية تكون أكثر إيجابية إن شاء الله لهذه الشركات ونأمل في القطاع البنكي أن يقود التداولات في هذه الجلسة حتى يكون هناك نشاطا مكتملا لشركات السوق الرئيسي على بركة الله مشاهدين الكرام نذهب بطلبات وعروض ونشوف الوطني معكم تحديدا وبيتك التي أمس تدرتادة جدا طيبة بيتك تقريبا لكن فقط كثيرا من المشاهدين المكاسم للفترة الماضية وطبعا بيتك ما زال محمل بالأرباح عشرة نقدي أما بالنسبة للطلبات والعروض فنشوف معكم مشاهدين الكرام الوطني 855 828 بنق الخليج 399 الأهلي 333 دولي 177 176 بورقان 180 180 بيتك 792 720 بيتك احتمالكم في منطة الخضراء بنق بوبيان 578 58 الكويتية 149 150 استثمارة وطنية 233 238 المشاريع 199 8 المشاريع بصلت إلى مستوى 95 فلس وارتدت أما أرزان 164 164 وعيان 148 143 والامتياز 46 48 وعقالات كويت 227 228 صالحية 145 420 تجارية 141 141 وصناعة وطنية 215 216 كيبلاد دينارو 653 دينارو 670 وسفن 877 890 وبوبيان بتكماويات 569 570 وزين 451 447 وهيومان سوف 914 914 914 GFH 39.1 94.1 STC 515 516 وميزان 834 890 والمتكاملة 511 520 والبورصة 971 997 الغانم دينارو 27 وبيوت 482 492 بيوت حافظت على مستوها بين 480 490 يعني بداية إيجابية مشاهدين نكلم للسوق الأول حتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول السوق الأول فالكم اللون الأخضر إن شاء الله السوق الأول فالكم اللون الأخضر يشوفون هنا وضعية إيجابية بنسبة للسوق الأول والطلبات جيدة خاصة على القطاع المصرفي تحديدا لذلك السوق الأول مشاهدين الكرام راح يكون في المنطقة الخضراء مع بداية هذه الجلسة نتشاهد الطلبات الإيجابية على بيتك وعلى الوطني وكذلك على بعض شركاتك الغانم وأعيان وغير من هذه الشركات السوق الأول سيكون في المنطقة الخضراء في بداية هذه الجلسة نشوف معكم السوق الرئيسي مشاهدين الكرام ما عندي وقت ولا سنشوف ونختصر الوضع بالنسبة للسوق الرئيسي ونشوف وضعيته في هذه الجلسة ونأمل إن شاء الله أن يكون السوق الرئيسي أفضل حالا خاصة في ظل تراجع كثير من شركات المسؤولة السعرية جدا متدنية 501-505 الخصوصية 95.3-95 مساكن 26.7-28 مدى القانة 110-111-118 العيد 217-2121 إيفا 238-238 الساحل 57.8-61.8 الخليجي 610-613 بيانة 62.1-61 كامكو 91.1-93 ونكاب 164-67 وكذلك الصفات 76-77.5 وصكوك 49-50 ونور 241-255 والله باجي أقل دقيقة وشوي دقيقة وشوي باجي خلنشوف معكم المتحدة 44.2-45.6 الوطن العقارية 74.5 75.9 أجيال 265-283 عربية عقارية 64.1 68.4 مع بداية هذه الجلسة إنجازات 95.2-105 سنة 172-172 منشاة 126-27 دشين دقيقة الأخيرة في هذه اللحظات سمنت الكويت 175-180 بورتلين 85-65 أسيكو 71.5-69.6 أسيكو قريبا من أكثر الشركات ارتفاعا في جلسة الأمس لأننا فقدت كثيرا من قيمتها الرأسمالية في جلسة أول أمس طبعا عندي لحد وثنين جميعا بمنطقة الحمراء لكن نعمل إن شاء الله مشاهدين كلم أن نعوض خلال أيام الغادم استهلاكية 108-107 واربا كابتل 143-148 عربي غابض 391-389 وكذلك نلاحظ إفاقار دينار 190-199 المشتركة 662-697 وفوتشار كيد 104-104 جياد 17.6 ونفست 100.3-101 مع بداية هذه الجلسة إذن أنفست سيكون منطر خضراء يعني وضع جيد مشاهدين الكلمة وضع جيد والافتتاح للأبواب في هذه اللحظات وقاعد أشوف إيه شريع الكويت تطلب 100.2 في هذه اللحظات والله زاد الطلبات السمارة الوطنية كذلك تطلب 34 زاد الطلبات الكويتية تطلب 155 زاد الطلبات عرضها هو الفتتاح ها هو الافتتاح لون أخضر بسيولة 915 ألف نلاحظ مشاهدين الكلمة زاد الطلبات مع بداية هذه الجلسة ونشوف الوضع ككل ووضعا جيدا إيجابيا مع بداية هذه الجلسة مثل ما ذكرنا يعني المنطق الخضراء حاضرة في بداية الجلسة مشاهدين الكرام لكثير من شركات السوق وهذا ندل فلنما يدل الكليب يعوض أمان تخسارته في الفترة الماضية خسارة شايدة لأغلب الشركات وهذا ما لاحظنا مشاهدين الكرام في الفترة الأخيرة الخليج حاليا 300 299 الوطن ساعد فلسين والخليج فلسين والدولي فلس بيتك 6 فلوس مع بداية هذه الجلسة بوبيان 3 فلس وكويتية فلسين المشاريع نصف فلس صعودا وأرزان بفلس وعيان بأربعة فلوس والامتياز بفلس وعغارات الكويت بفلسين صعودا التجارية العغارية فلسين صناعة وطنية فلس كيبلات 19 فلس بوبيان كموية فلس زين ترتراجع حاليا ثلاثة فلس وهيومن سوفت 25 فلس صعودا الجزيرة 10 فلس صعودا جي اف اتش بنصف فلس بنكو أربعة كذلك ومشاهدين الكرام بصعود ثلاثة فلسين STC والغانم 17 فلس مع بداية هذه الجلسة اللحظ الغانم فيه طلبات اليوم وضع جدا طيب الغانم 35 نقدي مريسة بالأمر الهيين ونمو في الأرباح 6 بالمية هذا أمر جدا إيجابي اللحظ مشاهدين الكرام حاليا سهولة مليون واربعمية مع بداية هذه الجلسة و47 نقطة للسوق الأول وتسعة نقطة ونصف النقطة للسوق الرئيسي والسوق العام حوالي 38 نقطة مع بداية هذه الجلسة وقاعد نشوف التداولة تقاعد تزداد خاصة على بنك الخليج بنك الخليج تداولة اليوم 20 مليون 371 الغانم دينار وخمسين يرتفع الغانم حاليا 23 فلس مع بداية هذه الجلسة اللحظ بيتك 8 فلس حاليا وبنك بوبيان 3 فلس والكويتية فلسين والمشاريع فلس وأرزان فلس وعيان 4 فلس والامتياز فلس وعغارات كويت 3 فلس والتجارية فلسين واصطناعات الوطنية فلس وكيبلات 44 فلس كذلك نوحظ السفن 14 فلس وبوبيان كمويت فلس وتراجع لنزين وارتبع لهيومن سوفت والجزيرة وجي أف إتش وبنك واربلا لمرتبع فلسين حاليا وستي سي 3 فلس فيما البورصة وميزان على تراجع والغانم لصاعد 23 فلس مع بداية هذه الجلسة إذن كسئولة مشاهدين الكرام قاعدت تقفز غفزات جدا طيبة بفضل التداولات الإيجابية والنشطة أمانة على بنك الخليج اللي يتداول حد الآن مليونين وسبعمائة بنك الخليج هو أكثر تداولا في بداية هذه الجلسة ويطلب حاليا 300 بنك الخليج يطلب 300 بنك الخليج وأكثر تداولا المشاهدين الكرام وهو أكثر نشاطا في الفترة الماضية أما بالنسبة السوق الرئيسي يكون عندي خصوصية على تراجع عيفة صعدة 5 فلوس مع بداية هذه الجلسة كذلك كميفك بصعود ونلاحظ الصفات مشاهدين الكرام كذلك بصعود فلس ونصف الفلس ونشوف معكم عربية عغارية المرتفعة الفلس والانماء وعشر الفلس سنام بأربع فلوس وعقار أو عقار بفلس وثوانة عشر فلس مزايا ثلاثة فلس فلس أرجان ومنشآت جميعهم في منطر الخضراء في منازل وميناء بتراجع لكن عندي أسكو في الحالي في الثلاثة فلس ومعدات واستهلاكية في منطر الخضراء كذلك عربي غابضة وكذلك الرابطة وكذلك المعامل والتخصيص وكذلك إيفة فنانت غلصات 24 فلس والتحصيلات فلس وتسعة عشر الفلس في فيوتر كيد بفلس وجياد بعشر الفلس الغابطة المصرية خمسة فلوس ونفوست ثلاثة فاصل تسعة صعود باكم كمية بسيطة جدا شمال الزور أنا متراجع بفلس قاعد يشوف مشاهدين الكلام التداولات تقفز بصورة واضحة وجلية وخاصة بقيادة الغانم في بداية هذه الجلسة بنسبة الصعود والسوق الأول بقيادة الغانم اللي صعد حتى هذه اللحظة 31 فلس التاريخ الحيازة للغانم بتوزيع الـ 35 سيكون يوم 18 ثمانية تاريخ الحيازة بيوت بفلس كذلك نلاحظ تداول حتى هذه اللحظة هو على بنك الخليج تداول حتى مليون وستمائة وثمانين وبيتك لحتى 775 فيما بقية الشركات شوية دولي تقريبا مليون واربعة وثلاثين لكن اليوم هناك صعود واضح لأعيان نشطة مشاهدين الكرام مع الغانم نفس الملاك تقريبا لذلك لاحظنا أعيان بنشاط طيب مع بداية هذه الجلسة التفاعل مع الغانم بتداولات 965 ألف مع بداية هذه الجلسة السيولة حاليا مليونين واربعم ونلاحظ الارتفاعات الإيجابية مشاهدين الكرام لكثير من شركات السوق الأول تحديدا وأفضل من السوق الرئيسي حاليا 47 نقطة و17 نقطة فيما السوق الرئيسي 14 نقطة ونصف النقطة السوق العام 39 نقطة أو 40 نقطة نستطيع نغول بسولة تقترب حاليا من المليونين ونص أول أربع دقائق وشوي لكن إيفا تتلق في هذه اللحظات بعد أن تراجع التراجع كبير جدا إيفا في الفترة الماضية ولحظنا التراجعات كانت جدا حادة رغم أن إيفا سيكون نهاية الاكتتاب لزيادة رأس المال بنسبة 60% بقيمة سمية وعالة وصدار 150 فلس نأمل التوفيق للجميع نأمل استعمال هذا اللون وهذا النشاط مشاهدين الكرام حتى نهاية هذه الجلسة وإن شاء الله نشوف اللون الأخضر يكون أكثر إيجابية وأكثر نشاطا خلال الساعات الغادمة وكل الشكر لك راد وكل الشكر لمشاهدين الكرام شكرا لك عائد أعطيك العافية نظام الأسهم غير المدرجة OTC إذا كنت قد شاركت في طرح عام أولي لشركة لم يتم إدراجها في بورسة الكويت حتى الآن فيمكنك المشاركة في تداول هذا السهم عبر نظام الأسهم غير المدرجة وهي منصة طورتها بورسة الكويت تتيح التداول الإلكتروني للأوراق المالية غير المدرجة وهو النظام الوحيد ضمن دول مجلس التعاون الخليجي سيتم تنفيذ جميع التداولات من قبل شركات الوساطة المرخصة كما يسمح بنقل الأسهم بين الأطراف المختلفة إذا كنت ترغب في بيع ورقة مالية غير مدرجة مسجلة في منصة التداول خارج البورصة فستتمكن من القيام بذلك في السوق وتي سي والذي يعرض أحدث الأسعار كما أن النظام يوفر مقياساً لكيفية تقييم السوق لسهم غير مدرج أهلاً بكم من جديد مشاهدي الكرام إذن مع هذه الافتتاحية الإيجابية التي شبناها قبل قليل والتي أشار لنا فيها الزميل عايد العنزي من استهداتنا في بورصة الكويت نحو الارتفاعات التي شهدناها والدخول على بنك الخريج كل هذه الأمور معطيات إيجابية نأمن إن شاء الله أيضاً أن تترجم في ساعة التداول القادمة بمزيد من السيول الإيجابية وتتعافى هذه المؤشرات كما تعافت مؤشرات الأمس بإذن الله ولأن أسواق المنطقة والسوق بشكل عام يعني يتأثر بأسواق العالم الأسيوية الأمريكية الأوروبية فمهم جداً أن نأخذ هذه النظرة السريعة من خلال ضيفنا من داخل الستيديو المحلل الفني الأستاذ محمد عرف لأبرز ما حصل في وأبرز ما يكون في أسواق العالم حياتك رصد محمد صباح الخير أهلاً وسهلاً تابعت معنا هذه الإيجابية وأشرت لنا هذا نوع من التعافي نوع من التعافي بعض الشيء بعد الخسارة التي شهدناها يوم الأثنين والذي يسمعي باليوم الأسود حيث خسرت مجموعة شركات العالم تقريباً ما يقارب حوالي 6.6 تريليون دولار خلال الأسابيع الماضية طبعاً في خلال سبع ساعات فقط السوق الأمريكي قسر ما يقارب حوالي 2 تريليون دولار مع افتتحية يوم الأثنين القسارة كانت قوية جداً عزوف عن جميع الشركات وعن معظم الملاذات الآمنة في العالم وبالتالي أصبح هناك تخبط في قرارات الشراء أو البيع وبالتالي الخروج كان هو الأسلم لمعظم المستثمرين لو نلاحظ على رسوماتنا البيانية وكيفية التعافي الذي حدث بسيط كان في خلال الفترة الماضية نلاحظ بأن الداو جونز على مستوياتنا وصلنا إلى مستويات مستويات أربعة نقاط تقريباً أو أربعة في المائة على مدار الأسبوعي وصلنا قريباً إلى مستويات 38 ألف هذا كان آخر إغلاق لنا طبعاً الخسارة بالنسبة للداو جونز وصلنا إلى مستويات 1700 نقطة طبعاً معدلات البطالة التي جاءت بمخيبة للأمال وصلنا إلى أربعة في المائة ما فوق أربعة في المائة هذا ما أعطى أخبار سيئة للاقتصاد بشكل عام ونظار للبنك الفيدرالي هل أخطأ في تثبيت أسعار الفائدة في هذا الوقت الحرج بالنسبة للاقتصاد نلاحظ الـ S&P بنفس الأسلوب تراجعات وصلنا إلى مستويات 264 نقطة على مدار الخمس جلسات والنازلك على مستويات تقريباً النازلك هو الخسارة الأكبر بالنسبة للأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد البيانات الفصلية السيئة لمعظم شركات التكنولوجيا وبالتالي خسارتها وصلت إلى تقريباً 1143 نقطة نلاحظ بالنسبة لإفتتاحاتنا وإغلاقاتنا على مدار الخمس جلسات الماضية الداو جونز فتحنا على مستويات الـ 40 ألف أعلى سعر 41.393 وأدنى سعر وصلنا إلى 38.640 الـ S&P على 5.494 وأعلى سعر على 5.092 وأدنى سعر على 5.139 نسبة التراجع 4.4% نلاحظ أن الأمريكي تقريباً متراجع بنسبة أقل شيء 4% وما فوق وبالتالي ما يحدث اليوم هو فقط تعافي من الانزلاق التي شاهدناها من يوم الأثنين إلى اليوم ولكن ماذا سوف يحدث مع الإغلاق يوم الجمعة هذا ما حدث الآن بالنسبة للأسواق الأمريكية طبعاً وارين بوفيرت طبعاً هذا الجميع يعرف وارين بوفيرت غني عن التعريف تنازل عن خمس أسهم في الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن هذا الذي أعطى يعني نقول بانيك أو عدم ثقة في الأسواق بأنه باع قيمته السوقية الخاصة بشركة أبل وبالتالي هذا مؤشر سيء جداً نعلم أن السيد وارين بوفيرت هو من المستثمرين طويلي الأمد وليس مضارب هو ليس مضارب وبالتالي التنازل عن خمس شركات ومن أفضل الشركات التي كانت موجودة في البورتفوليو أو في المحفظة الخاصة فيه هي أبل تم التنازل عنها ما يقرب حوالي 12 مليار دولار طبعاً أعطى سلبية بالنسبة لأعلى الصحر رغم المكاسب محمد التي أعلنوا عنها قبل فترة وكانت تاريخية بالفعل بالنسبة لمحافظة وارين بوفيرت بالفعل ولكن يمكن السيد وارين بوفيرت له نظرة أكبر شمولية خلال السنوات القادمة وليس من عادات السيد وارين بوفيرت بأن ندرس الأسواق إلى مستويات خمس سنوات وعشر سنوات وعشرين سنة وبالتالي هو مستثمر جداً جداً طويل الأمد خلنا نتكلم بالنسبة ل جولدن ساكسن بانك فيه طبعاً سنة ضيقة تحوط تراهن على انخفاضات شديدة في خلال الأسابيع القادمة هم بعد وبالتالي هم بعد جولدن ساكس أظهر تقرير له بأن معدلات الحديث الآن عن الانكماش والتباطؤ بالنسبة للإقتصاد الأمريكي بدأ هو الهلع في هذه الأسواق وبالتالي ظهر ساس كومباينت بالنسبة للتقارير وذكر بأن معدل الانكماش بالنسبة للإقتصاد الأمريكية ارتفع من مستويات 15% إلى 25% ولكن يوجد حديث بأنه لا يوجد هناك انكماش ولاية المثالة الأمريكية قادم وبالتالي إلى الآن على مستوياتنا الطبيعية دون أي ذعر بالنسبة للألوى مبتص ماذا بعد أيضاً نتحدث بالنسبة الأسواق الأوروبية طبعاً الأسواق الأوروبية لاحظنا فيها نوع من التراجع ولكن ليس بقوة التراجع الأمريكي يعني كان فيه هناك نوع من التراجع وهو العجز العام المفرط وبالتالي بسبب الميزانية الخاصة بهم وتدخم يتباطئ في فرنسا وهذا يعتبر من الأخبار الإيجابية بعض الشيء بالنسبة لفرنسا 21 مليار دولار قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي الزراعية وهذا طبعاً من البيانات الجيدة وبالتالي كان لها معدلات جيدة بالنسبة للصادرات أما بالنسبة للارتفاع معدل البطالة في اليورو نفسه في شهر يونيو هو كان نفس معدلات البطالة في الولايات المدهة الأمريكية وبالتالي نلاحظ بالنسبة لأوروبا وبداية مع الداكس نلاحظ أن هناك تراجع وصلنا إلى مستويات 1183 على مدار الأسبوع كامل خمس جلسات وبالنسبة لكاكل فرنسي هناك تراجع وصلنا إلى حوالي 424 أما بالنسبة للندن وهو يمكن أقل الخاسرين بالنسبة للمؤشرات في العالم وصلنا إلى ما يقارب حوالي 247 نقطة هذا طبعا كان بالنسبة للإتحاد الأوروبي نعم ماذا عن الأسواق الأسيوية؟ الأسواق الأسيوية طبعا لاحظنا بأن التقارير تشير بأن ما يحدث الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم بسبب اليابان واتفاع الفائدة بسبب المضاربة على الفائدة وبالتالي أصبح الحديث الآن بأن هناك نوع من المضاربة على الين الياباني مقابل طبعا لفريج أو بأسلوب الهامش وتحويل هذه المبالغ إلى مبالغ حقيقية والتداول فيها بأسهم حقيقية داخل الولايات المتحدة الأمريكية عندما حدث الانهيار بالنسبة للين وبدأ الخروج من الين أصبح هناك نوع من السيولة وتسييل للأموال داخل اليابان مما أدى إلى التنازل عن هذه الأموال بشكل سريع أدى إلى انقفاض شديد في اليابان وبالتالي بدأت الأسهم الأمريكية بنفس الأسلوب وبالنسبة الوتيرة طبعا خفض الأسعار الفائدة كانت عند مستويات صفر تقريبا اقتراض وطبعا هذا رقم جدا قوي نلاحظ أن خلال اليومين دول طبعا كان هناك نوع من رفع الأسعار الفائدة ما قيرنته عشر نقاط بالنسبة لليابان أما بالنسبة للصين كان هناك نوع من تخفيض لأسعار الفائدة وطبعا نحن نعلم بأن الصين من المفضل لها أن يكون اليوان وعند مستويات ضعيفة خاصة بالتصدير نلاحظ بأن هانكسينك خسارتنا وصلت إلى تقريبا حوالي 423 نقطة على مدار الخمس التداولات نيكي يعني فيه خلال خلال خمس جلسات نلاحظ الخسارة الكبيرة وصلنا إلى مستويات 3428 نقطة على مؤشر نيكي طبعا هذا رقم جدا كبير وقابل للزيادة خلال الجلسات القادمة لأن إلى الآن يعني معظم البنوك ومعظم الشركات تقول بأن إلى الآن يوجد سيولة موجودة في الأسواق اليابانية لم يتم تسهيلها إلى الآن نعم طيك العافية أنا شكرا لكم شكرا لك على هذا الإجاز القيم حول أسواق العالم وشكرا جزيلا لك المحلل الثاني الأستاذ محمد عرفة إذا مشاهدني كرام هكذا كانت افتاحيتنا لهذا اليوم من حيث ما أخذنا وهذه المعلومات عن الأسواق العالمية وكذلك أيضا متابعة افتاحية هذا اليوم لقاكم على خير إن شاء الله بعد ساعات من التداول لقاكم من جديد إن شاء الله في الإغلاق بعد منتصف ساعة 12 إلى اللقاء اشتركوا في القناة